بالمناسبة اتحاد كرة القدم النهاردة اعلن انه هيتخذ الاجراءات القانونية بسبب الشرط الجزائي لكلاتنبرج حسب معلوماتي كلاتنبرج سجل كل التجاوزات اللي حصلت في حقه وحيقدمها للفيفا حيقدمها للفيفا يعني ايه؟ يعني هياخد كل اللي تقال عليه في احدى القنوات مترجم طبعا وهو ووصل له كل حاجة من بعض الاشخاص هياخد الكلام ده كله ويترجمه ويبعثه للفيفا وحيبعث للفيفا اسباب عدم استكماله لعقده مع اتحاد كرة القدم ووجهت نظري برضو انا برضو مش عارف يعني اتحاد كرة القدم في البيان اللي طلعه مبارحة والنهاردة ما قالش من سيكون المسؤول عن لجنة الحكام لغاية لما نجيب خبير اجنبي وبالمناسبة ده لازم يبقى بقرار رسمي من مجلس الادارة وقرار معتمد هما بيفهموا في الامور دي احسن مننا طبعا لانه معنى كده من سيكون المسؤول عن لجنة الحكام خلال الفترة القادمة من سيعين الحكام حتى لو لمدة اسبوع واحد يجب ان يكون هناك في قرار رسمي علشان لو حاجة حصلت ابقى عارف مين اللي حيتحاسب لانه الحقيقة المشهد النهاردة في كل المواقع العالمية والمواقع الانجليزية بشكل خاص كان مشهد محزن اتمنى انه ما يتكررش مرة تانية وانا اتمنى ان اتحاد كرة القدم يستطيع ان يحمي رئيس لجنة حكامه اذا جاب خبير اجنبي زي ما بتقال لانه الخبير الاجنبي المحيد جاي ليه يطور اداء الحكام ويقول ما بيشوفش الوان ولا احمر ولا ابيض ولا اصفر ولا اي حاج وما بيخافش من الصوت العالي لانه هو من المفترض ان هو يتم احمايته من اتحاد كرة القدم يكون بيشوف القانون وبس لما نشوف المشهد كله من بعيد كده تقول الله يكون فعون الاهلي ومجلس ادارته نجاحهم ومنافستهم على كل البطولات وتشرفهم لكرة القدم المصرية اعتقد ان ده شيء رائع جدا جدا يحسب لهذا المجلس المحترم في ظل هذه الاجواء اللي احنا بنشوفها ترجمة نانسي قنقر